بدأ جهاز المخابرات السوداني تحقيقا مع رئيسه السابق بعد تواتر أنباء عن محاولة انقلابية فاشلة السلطات أعلنت أنها أحبطت مؤامرة ضد أمن البلاد من قبل بعض المنتمين للتيار الإسلامي الذي ينتمي له الرئيس وأركان النظام في السودان لكنها أشارت أيضا إلى دلوع عناصر من الجيش والمعارضة شهود عيان أكدوا أنهم رأوا بعض الدبابات والأليات الثقيلة تأجوب شوارع الخرطومة ليلة الماضية لكنها انتسحبت مع ساعات الصباح الأولى الأنباء المتعلقة بمحاولة انقلاب فاشلة تأتي عقب تلك التي تحدثت عن اشتباكات مسلحة مع عناصر مدعومة من الجار الجنوبي أيضا في إقليم دارفور خلال الأيام الماضية السودان محاولة انقلاب أم مؤامرة على النظام الحاكم موضوع حوارنا الليلة ونصدف فيه من الخرطوم رئيس لجنة الأمن والدفاع سابقا بالمجلس الوطني الفريق جلال تاور من لندن عضو المكتب السياسي في الأمة المعارض والأمين العام للحزب المملكة المتحدة محمد زين عديلا ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك وأبدأ معك فريق جلال ما الذي حدث بالأمس هل هو مؤامرة أم انقلاب وأولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة ثانيا ما حدث بالأمس يعني عرف به الشارع السوداني كل صباح هذا اليوم أن هناك محاولة تخريبية أزاعها الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام السوداني وأشار فيها إلى أن مجموعة يعني عدد محدود 13 شخص تم ضبطهم في الترتيب لمحاولة تخريبية وأهم من فيهم هو رئيس جهاز الأمن السابق تخريب ماذا؟ جهاز المخابرات السابق إحداث محاولة تخريبية واستهداف بعض الشخصيات يعني لم يقول أنها محاولة انقلابية إنما قال محاولة تخريبية يعني اللفظ المستخدم في كل صحفة اليوم هو محاولة تخريبية وليس محاولة انقلابية كيف يمكن لرئيس مخابرات سابق وقيادات عليا في الجيش أن يقوموا بعمليات تخريبية؟ وطبعا الآن المسألة في أولا وليست هناك تفاصيل يعني مجرد انتهام ل13 شخص لكن أبردهم رئيس جهاز المخابرات السابق ومستشار رئيس الجمهورية السابق هو نفسه كمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن يعني هو ليس رجل ساهل والآن هو عضو في المجلس الوطني السوداني وهذا طبعا ألغى بزلال من الأسئلة الشكوك والأسئلة ماذا جرى بالضبط تحديد بدقة تفاصيل ما حدث طبعا أنا لا أجيب عليها بأي حال من أحوالك كمراغب للوضع بصفة شخصية أكثر بصفة رسمية محمد الزين هل أقنعتك الرواية الرسمية لما حدث أم أن الرياح لم تجري بما اشتهاه الانقلابيون بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا للأسف الإخوة في المطار الوطني ما عاد يستوعب وعض وأفتكر أنه إنسان بحجم الصلاح قوش رئيس المخابرات وهو أطول رئيس للمخابرات السودانية ويكون هو جزء من حالة بتاعة التمول منه في داخل الانقاذ يعني أنه فعلا المشروع قلاص وصل إلى نهاياته وآن الأوان أنه القوة المعارضة تحديدا هي التي تلتفت للحاصلة الحاصلة طبعا أنه هي ضدت ظلال للإخفاغات الكبيرة الحاصلة وهي المقدمة للخلافة بتاعة البشير يعني للأسف النازل هي بقى تصبحت مجموعات في داخل الحكومة أي من هذه المجموعات بيعد لأنه هو اليرس الفترة بتاعة ما بعد اختفاء البشير البشير هو بالإضافة للحالة الصحية بتاعته أصلا هو قال تاني ما حيث يترشح في الدورة الجاية اللي بعد سنتين ولذلك بدت الإرهاصات في أنه النقاط كثيرة أدراجتها سنفصل فيها الواحدة بعد الأخرى لكن هل حدث انقلاب أمنا؟ الحكومة أعلنت في موقع قريب من جهاز الأمن أنها أجهضت محاولة انقلاب هدف فجرا من المعارضة وعناصر من الجيل ثم تراجعت في الرواية وقالت أنها فقط مؤامرة على أمن البلاد لماذا؟ والله أعتقد أنه إذا كانت مؤامرة أو انقلاب في الحالتين الطرفين هم جزء من النظام النظام الحاكم في السودان وده يعني أنه فعلا الحالة في السودان وصلت مرحلة ما عاد أنه الاستمرار النظام فيها ممكن يكون بجهاز الحقيقة محاولة بتاعت في أكثر من محاولة بتاعت انقلاب في خلال الشهرين الفاتحي يمكن يكون أكثر في محاولة كان قبلها بشهر برضو في محاولة بتاعت انقلال وفي تململ في داخل القاعدة بتاعت الحركة الإسلامية في السودان إذا أجاز أنه نسميها حركة إسلامية زي ما هي ما تحب تسمي روحة وهي الحاكمة في البلاد هذا الفهم من كلامك أنه انقلاب الأخ على أخيه هنا فعلا لأنه زي ما قلت لك في أكثر من سبب بيخلي الأخ ينقلب على أخيه المشروع كله وصل لنهاياته وحصل أنه الصراع على السلطة أفقد الأخوة في الحكومة العقل الممكن يفكر به في حالة مشاكل البلد وفي جلدهم الوطن التخين لا يحسوا بالمعاناة التي يعنيها شعبهم ولا التشزي العايش البلد ككل ولذلك هم منغلقين حول ذاتهم ويصارعوا في أن من منهم يحكم السودان بحالة القائمة وكنا نرى النتيجة بتاعت الحركة الإسلامية التي استطاع عنه المجموعة بتاعت العسكريين أنهم يسيطروا على التيار الآخر اللي ينادي بالإصلاح وضرورة الانتقال من حالة بتاعت التحكم في السلطة بالقوة ولا من ذلك بدأوا يتحركوا الجماعة ذلك عقلهم يتحرك بالقوة فطوالي أجهضوا عليهم وقبضوهم وقال لهم الله أنت بتعمل في محاولة انقلابية وده اللغة اللي يستخدمها الأخوة في الموطور الوطني حتى انصلاح جوش الآن هو ضحية للغة اللي كان يستخدمها ضد المعارضين واستخدمها ضد الحزاب السياسية واستخدمها ضد كل الشعب دعنا نشرك الفريق جلال في كل ما قلته فريق جلال رأي محمد زين واضح أنه هناك انقلاب أبيض ناتج عن صراع داخلي داخل المؤتمر الوطني ما تعليقك؟ أنا شخصيا لا أتفق مع هذه الرؤية باعتبار أنه التشظي وانقسامات الرأي وكذا هذه الأشياء تحدث في كل الحزاب السودانية وده أصبح مرض ملازم لكل الحزاب السودانية حزب الأمة نفسه تشظى إلى عدة أقسام وحتى الأمس يفصل نائبه وهكذا يعني هناك بعض مثل هذه الأشياء تحدث لجميع الأحزاب وهذه مسألة طبيعية كل الحزاب وحصل فيها انقسامات اختلاف الرأي لا أحسب أنه يعني هناك فرق بين اختلاف الرأي ومقاومة الرأي الآخر ورفض الانتقال للقوة استخدام القوة هذه مسألة في أدرية من الخطورة نعم السودان يوجه مشكلات هذه معروفة مشكلات خارجية مشكلات داخلية لكن فريق جلال أحاول أن أفهم كلامك نظام البشير ليس كتلة واحدة وهذا شيء طبيعي ليس كتلة واحدة هنا أنا أجيب على ما أشار إليه الأخ أن هناك اختلافات يعني أشار إلى أن المؤتمر كان فيه اختلافات وكان مؤتمر الحركة الإسلامية وليس مؤتمر الحزب وأن هناك مجموعات يعني مثلة الانقسامات داخل الأحزاب أو اختلافات الرأي موجودة في كل الأحزاب يعني أنا أحسب أنه ليس الحزب ليس السسناني يعني كونه يختلف الرأي واختلاف الرأي يعني يعني الأفضل أو تتباين الرؤى في المواضيع المطروحة قد تصل الأمور إلى فبركة هذه القصة وتصفية عناصر من النظام انتفت الحاجة إليها كما تقول المعارضة نعم السؤال وسبحتي مرة أخرى قلت أن هذا شيء طبيعي أن تكون هناك أن لا يكون النظام كتلة متراصة واحدة قلت لك هل تصل الأمور إلى فبركة قصة الانقلاب أو المؤامرة من أجل تصفية عناصر في النظام انتفت الحاجة إليها كما تقول المعارضة أعترض جملة على هذا أولا لم نقول أن النظام ليس كتلة واحدة أو كتلة مختلفة أنا أقول أن اختلاف الرأي بين أي جماعة شيء طبيعي جدا دي تباين أو تباين الرؤى وبالتالي من خلال هذه المناقشات ممكن الناس يتوصلوا إلى رأي واحد وجود مجموعة ترى أن هذه المجموعة تختلف معها دي مسألة يعني طبيعية دي اختلاف وتباين في الرؤى فقط ليس أكثر ثانيا مثلا أن تصل المسألة من الحدة بحيث ينقلب الأخ على أخيه وهذا يغرق هذا يعني كأن الناس يتصارعون في مركب ويبحثون عن النجاة أنا أحسب كل هذا يعني دي مجرد خيالات ومجرد أوهام الناس الآن يعملون في حاجة واحدة هناك ممكن أن يشهز وكل إنسان له رؤية وفهمه له تقدير الأشياء ممكن أن يشهز واحد ويتم السيطرة على الخروج المتعمد وترتيب الأوضاع في وضعها القانوني وسير بها قدما إلى الأمام لا أحسب أن هناك مشكلة بهذه الدرية ما الصدر الآن هو مجرد اختلاف وتباير في وجهات النظر كي لا تخطى هذه النقطة دعنا نشرك محمد زين سيد محمد زين إذن هو فقط اختلاف وجهات النظر داخل المؤتمر الوطني أو داخل النظام هل المعارضة ترى نفسها مستهدفة مما حدث؟ أنا لا أعرف الأخ جلال حقه نعترف أنا أفتكر أنه هذا خلاف خلاف مش خلاف حزب المؤمنين فيه خلافات لكن خلافاته ما افتصل أنه ندور الدبابات ونعتقل أنا أعتقد أنه نحن في خلافنا في عقل سياسي وفي مجال سياسي مفتوح لكن للأسف أنتو خلافكم طوالي بيقود لأن التصفيات وأنه نازل دالين يقتلوا وأنه نازل دالين يقلبوا ولذلك يتم استخدام القوة مدرعات وشفنا القوة الأمنية والآن الناس يختلفوا معكم فدخلتم السجون أنا أفتكر أنه أنا الأوان أنه حقه نصحة من الحالة التي عايشنا هذه هذا خلاف حقيقي بعبر عن اختلاف وشاة النظر في داخل المؤتمر الوطني بعبر عن منافذ القوة في داخل المؤتمر الوطني بعبر عن الإمكانية أنه منول بيريس البشير وهذا شيء مشروع يعني كلكم أنتو حتى الليل البشير هو في عظمت لسانه بيقول أنه ما عايز يترشح للفترة الجاية فريق شلال إذن هل هناك أزمة داخلية داخل المؤتمر الوطني كما يقول محمد الزين من لندن أولا يعني أنا أحب أتحدث عنها شيء المجموعة المستهدفة الآن يعني هي ليست مجموعة سياسية صرفة هذه مجموعة مهنية في أجهزة أمنية وفي القوات المسلحة وتخضع لقوانون ولها تربية تربية خاصة لا تحسب أنه داء اختلافات داخل حزب المؤتمر الوطني بأي حال من الأحوال قد يكون شركاء في تيارات أخرى قد يكون عندهم آراء وقد يكون الليلة حتى في التهم الموجهة أنهم عندهم صلة مع ناس من المعارضة أو في بعض عناصر المعارضة مقبضين في مع هذه المجموعة هذه مجموعة لها أن تقبول رأيها وأن تقبول كلام لم يتم الإعلان لم يتم الإعلان عن أي أسماء من المعارضة رغم أنه ورد كلمة المعارضة لا تم الإعلان عن أنه معهم اثنين مدنيين وذلك قوى المعارضة والإعلان ذاته عن أن هذه المجموعة تسندها قوى المعارضة لما حقيقة ليس هناك تفصيل وليس هناك توضيح وذي مثلا طبعا هذا الإعلان صدر اليوم ولا بد أن نتريس حتى نستمين الرؤية خلال فترة لأن أغلب الأسماء التي تم ذكرها لواء جلال كانت من أفراد الجيش كان محمد الزين أشار لي نقطة مهمة أود أن ترد عليها قال إن خلافاتكم في المؤتمر الوطني فيها تصفيات بالقوة لا تبعا أنا لا أتفق معه في هذا الكلام أنا لعلمك الآن لا أتحدث يعني نيابة عن المؤتمر الوطني الآن المؤتمر الوطني له ناطق رسمي وهو الذي يجيب على مثل هذه الأسئلة أما مسألة عضوية المؤتمر الوطني تصفي نفسها وتقتل بعضها والتشبيه الناس كأنهم في حالة غرق كأننا في مركب غارقة وأي زول يريد أن يغرق الآخر أفتكر هذا يعني هذه الصورة غير صحيحة الناس في تنظيماتهم وفي هياكل وفي أجسامهم التنظيمية منتظمين ومتشاكل وأي زول يقول رأي بحرية تامة داخل التنظيم لا يحتاج لأن ينقلب على آخر أو يصفي الآخر أو يقتل الآخر بأي حال من الأحوال لكلام يعني بعيد من الواقع الذي نعيش فيه الآن